انطلقت ورشة عمل الخطة الوطنية وخطة المحافظات محسوبة التكاليف لتأمين وسائل تنظيم الأسرة تهدف الورشة إلى تزويد المانحين وشركاء التنمية وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص برؤية شاملة عن الاستراتيجيات الوطنية لبرنامج تنظيم الأسرة في مصر بهدف تحقيق التوازن بين معادل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي انطلقت ورشة عمل الخطة الوطنية وخطة المحافظات محسوبة التكاليف لتأمين وسائل تنظيم الأسرة احنا جابنا الخطط بالنسبة لكل محافظة وحطينا التكاليف بتاعتها والأنشطة اللي احنا عملينها وبنعرضها النهاردة على الجهات المنحة والقطاع الخاص على أساس انه هم يساهموا ويقدروا يدعموا هذه الخطة محسوبة التكاليف من خلال الجهات المنحة زي ما احنا عارفين موجودة في مصر وانها بتساهم على طول فهما ممكن يساعدوا معنا في تنفيذ هذه الأنشطة وهذه الخطط احنا كاتحاد الأوروبي مع شراكة مع وزارة الصحة والسكان والصندوق الممتحدة للسكان نعمل سويا على النجاح في أهداف استراتيجية وخصوصا الاستراتيجية الجديدة اللي اطلقت تقريبا من اسابيع عن تنمية الأسرة او ما يسمى استراتيجية تنمية الأسرة والتي تدي دور مهم للمرأة تهدف الورشة إلى تزويد المانحين وشركاء التنمية وصناع القرار وممثل القطاع الخاص برؤية شاملة عن الاستراتيجيات الوطنية لبرنامج تنظيم الأسرة في مصر والانجازات التي تم تحقيقها والأهداف التي يسعى البرنامج إلى ترجمتها بصورة واقعية في المستقبل الهدف من الورشة احنا عايزين نعرض خطة قومية محسوبة التكاليف لتأمين توفر الوسائل على مستوى الناشنال وعلى مستوى المحافظات الغرض من الخطة دي ايه؟ الغرض ان احنا عاملين أنشطة الخطة دي مترجمة لأنشطة وندعي الجهات اللي تقدر تشارك معانا الجهات المنحة او الشركات اللي اقدروا يساعدوا معانا في تنفيذ الخطة دي 27 خطة محلية محسوبة التكاليف على مستوى المحافظات في الفترة من 2022 وحتى 2026 ستساعد على تحقيق أهداف الأسرة على مستوى المحافظة ليجد كل مواطن مصري غذاء وتعليم وخدمة صحية ومياه وطاقة وفرصة عمل